فيها جمال وحلاوة ليه انا خلصت خالص الجيولوجيا هبدأ في فرع جديد تاني في نفس المادة اللي هو ايه العلوم البيئية طب ايه حلاوتها اسئلتها جميلة اسئلتها لذيذة اسئلتها حلوة واخد بهاك زي حاجة تانية ان الدرجات بتاعتها كبيرة يعني الباب الاول علوم بيئية درجته كبيرة جدا 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 فانا اخد بالنا نجيب النوتس بتاعتنا ونكتب معايا الحاجات اللي انا هقولك عليها خد بالك منها خد بالك ايه منها نبدأ الباب دا وتنشوف بيتكلم عن ايه اول حاجة هو المفاهيم البيئة طبعا انا زي ما اتفقنا انا هتكلم عن ايه اهم المفاهيم اللي في الباب دا مش هقدر اشرحه كله ومن خلال الاسئلة اللي هنقولها في الحلقة القادمة هنقول ايه الاكتر يعني نزود ايه المفاهيم مع بعضنا لبعا انا هشرح دلوقتي الحاجات اللي مهمة اوي اوه 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 عفهمة عشان ابدأ في بداية الباب دا وتكون متربطة مع بعضها الغلاف الحيوي الغلاف الحيوي ايه هو الغلاف الحيوي منتقى البساطة انا خدت بداية عنه او كلمة عنه كده مجرد كلمة في الباب الاول جيولوجيا قلنا فيه الغلاف اليابس الغلاف المائي الغلاف الهوائي وقلنا هندرس الغلاف الحيوي في الباب الاول بيها ايه هو الغلاف الحيوي هو الحيزة الذي توجد فيه الحياة في الارض طب انا اعوز افهمه اعوز اديله تعريف شوية كده ايه هو الغلاف الحاجب يمتد من اكبر اتفاع في الجبال من اكبر اتفاع في الجبال الى اقصى عمق في البحار اهو من اكبر عمق في البحار الى اقعلى ارتفاع في الجبال بس شرط شرط اساسي ايه هو توجد فيه حيات تمام ندخل بقى على ايه طيب هو عم تنسب كلها يزيد عن اربعتاشر كيلو متر ممكن يقل بس ما يزيدش عن اربعتاشر كيلو متر ندخل بقى كده الغلاف الحيوي القرى الارضية تقريبا كلها غلاف حيوي بتتقسم الى اقسام اقسام او وحدات فبول عليها انا بسميها النظام الايكولوجي او نظامة بيه الكلمة واحدة لايه ثلام يعني مش مراضف لكلمة واحدة النظام الايكولوجي فالغلاف الحيوي الغلاف الحيوي بتكون من عدة انظمة نظام صحراوي نظام نظام صحراوي غابة بحر نهر واحدة كل دولا تسموه نظام ايكولوجي او نظام بيه طيب النظام لكل جهو وص ايه هو بقى هو ده اديله تعريف وص كل ما يتعلق بالكائنات الحية والمكونات غير حية ان انا اوصف الكائنات الحية بجميع انواعها سواء نبات حيوان كل الكائنات الحية والمكونات غير حية المية والهوى والطربة اوصفهم وصف دقيق جدا في حيز محدود من الطبيعة ده بقى اسمها النظام الايكولوجي المفهيم دي مهمة جدا عشان تفتح لي مواضيع كتير قوي